السلام عليكم ماذا بكم الشباب عاملين ايه؟ ماذا نحن نظام جديد؟ نظام جديد معتمد اكتر على حل الإسلام الشباب احنا نحن 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 نتكلم عن نظام الاحتقار ينفع تكلم عن حاجة انت مش فاهمها؟ ينفع تكلم معك عن حاجة انت مش فاهم يعني مانا كلمة احتقار؟ يبقى نظام الاحتقار هو أنت قوم الحكومة ممثلة في محمد علي بالاشراف عليه على الاقتصاد يعني ايه قرد؟ هاخد منك فلوس عمد بيها مشروعا ولما اكسب هبقى ديك كرد التعليم عشان يطور الزراعة طيب محمد علي عايز يطور الزراعة عليه عشان الزراعة بتجيب لمصر داخل قومي وعشان يوفر محاصيل جيدة للتصديق شباب بعد ما خلصنا جزء الشرح هابدأ اخدش في اهم جزء بالنسبة للنظام الجديد هو جزء الحل يعني ايش نمامني؟ الاسئلة اللي انت جابها دي مش فاتية من عندك كل سؤال اكتبلك جنبه صفحة كامل من الكتاب اللي انا جابه منك لحكوبه بقت شجع الفلاح عن طريق ايه؟ طبعا عندي حاجتين تقديم كرود مالية للمنتجين ولا تقديم كرود عينية للفلاحين طبعا كله عارف الاختيار الصح هي تقديم كرود عينية للفلاحين انه كان بيدي الفلاح مزور وادوات وما واشي اوجه الاختلاف بين سياسة محمد علي في الصناعة عن الزراعة يعني هو عمل حاجه في الصناعة ما عملهاش في الزراعة عند طبيق سياسة الاحتكار الاقتصادي اسلوب الايه؟ محمد علي لما طبق الاحتكار كان بيجبر الصانع على الحاجه اللي هو يصناعه وكان بيجبر فلاح على الحاجه اللي هو يزرعه